السلام عليكم ازيكم مياه سنه خمسه ياربود اكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ شرح اول محابرة في الشيست بعنوان الوبستركتيف لانج ديزيزيس هم مرضين كبار اللي هم السي او بي دي والبرونكيا الازمة في محاضرة النهاردة هنتكلم عن السي او بي دي بس من جملة اوبستركتيف لانج ديزيزيس هنستنتج ان هي امراض بيحصل فيها اوبستركشن اللي هو ده او انسداد في الايروي يعني ايه بقى سي او بي دي احنا قلنا بيحصل فيه في المجرى الهوى فبيحصل الهوى مش بيدخل ويخرج بشكل كويس اكتر سبب بيعمل لي هو السموكينج. طيب السموكينج ده بقى او التعرض البلوشن ده بيعمل لي بيعمل لي مرضين هما الكرونيك برونكايتس والامفزيما. الاتنين لما يتواجدوا مع بعض بيعملولي الCOBD. يبقى الCOBD هو عبارة عن مرضين موجدين مع بعض اللي هو الكرونيك برونكايتس والامفزيما بسبب التعرض للسموكينج والبلوشن. هنتكلم بقى دلوقتي عن الكرونيك برونكايتس الوحده والامفزيما الوحدها وبعد كده هنستنتج الكلينيكال بيكتشر بتاعة السي او بيدي اول حاجة الكرونيك برونكايتس يعني ايه كرونيك برونكايتس كرونيك انفلاميشن اوف برونكاي التهاب مزمن في الشعب الهوائي الكرونيك برونكايتس ده له تلات مراحل سيمبل كرونيك برونكايتس وميوكوبرلاند برونكايتس والكرونيك بستراكتب برونكايتس السيمبل كرونيك برونكايتس بيحصل في ايه احنا قلنا بيتعرض المريض ده الـ smoking oblutions الـ smoking oblutions دي بتعملي irritation للـ airway الـ irritation ده بيبقى عندي طبقة سب ميكوزة في الـ airway بيبقى موجود فيها mucus secreting cells فالـ irritation ده بيزود الـ function بتاع mucus secreting cells فاتطلع لي mucus كتير فيزيد mucus secretion أو mucus production الميوكس زاد يحصل لي productive cuff يبقى الـ smoking هيعمل irritation للـ airway هيزيد فيه mucus secretion ويعمل لي productive cuff طيب هل اي حد عنده productive cuff هقول عليه simple chronic bronchitis لا انا عارفين اصلا عشان نشخص مرض ان هو chronic لازم بعد عليه 6 شهور طيب فليه شوية كريتيريا عشان اقول ان ده simple chronic bronchitis لازم تبقى productive cuff دي موجودة لمدة 3 شهور في سنتين متتاليتين على الاقل يعني الـ 6 شهور دول مقسومين يا اما 3 شهور في سنة و3 شهور في السنة التانية اقل لحيج يبقى simple chronic bronchitis علشان اشخصه لازم يبقى عندي productive cuff يعني الميوكس بدل ما كان مجرد ميوكس شفاف كميوته قليلة بسبب لا ده الميوكس ده هيتحول وكميوته هتزيد بسبب طيب عايزين بقى نقول معلومة عن الاتنين دول الاتنين دول مراحل يعني العين ده لو بطل وبطل التعرض هيرجع طبيعي تاني خالصا وعيني الميوكو بيرول انت برونكايتس لو خد انت بايوتك و ميوكوليتكس هيرجع تاني السيمبل كرونك برونكايتس والسمبل كرونك برونكايتس هيوقف السجاير وهيوقف التعرض للبولوشانز هيرجع طبيعي يبقى المراحل دي مراحل المشكلة بقى عندي لو دخل فى كرونك ابستراكتف برونكايتس حصل بقى الاوبستراكشن الاوبستراكشن ده بيحصل ازاي بيحصل بسبب الريبيتد استجنيشن وانفكشن يعني هو كل شوية بيدخن ومع الوقت يحصل استجنيشن وانفكشن وبعدين يخف ويرجع تاني سيمبل فى المرحلة دي بيقعد سنين طويلة حوالى من 10-15 او 20 سنة كمان مع الريبيتد استجنيشن وانفكشن ده بيحصل طبعا اجريفاشن اف انفلاماتوري سيز من ضمن الانفلاماتوري سيز دول هم الفايبروبلاستس الفايبروبلاستس بيعملوا من اسمهم بيعملوا فايبروزز الفايبروزز بيعمل لي ناروينج بيديك اليروي بتاعه طيب الناروينج ده بقى تأثيره ايه؟ الناروينج ده بيعمل لي هايبوفنتيليشن يعني ايه هايبوفنتيليشن؟ احنا عارفين ان التنفس بيمر بثلاث مراحل الفنتيليشن اللي هو دخول الاكسوجن وخروج الكاربون ديوبسيد في مجرى الهوى بعد كده بيحصل بيرفيوجن البرفيوجن اللي هو الدم بيوصل لحد الالفيولاي بعد كده يحصل ديفيوجن اللي هو تبادل الغازات يبقى مراحل التنفس فينتيليشن بعد كده بيرفيوجن وبعد كده انفيوجن اللي هو بيحصل فيه تبادل الغازات طيب الناروينج ده بيأثر على اي مرحلة فيهم بيأثر على الفنتيليشن فيعملي هايبوفنتيليشن الهايبوفنتيليشن ده الاكسوجين مش بيدخل كفاية والكربون ديوكسايد مش بيخرج كفاية. فبيحصل لي هيبوكسيا وهيبر كابنيا. هيبوكسيا وهيبر كابنيا يبقى طايب تو رسبيراتوري فيليا. الدكتور اكدت عليها. هيبوكسيا هيبر كابنيا طايب تو رسبيراتوري فيليا. تمام. في معلومة كمان عايزين نقولها. ان الانسان الطبيعي النورمال اللي ما عندوش اي مشكلة. الاستيمولوس بتاع بتاعه هو الهايبر كابنيا. تمام? اللي بيشغل هو الهايبر كابنيا. طيب لو انسان مريض بقى كارديو او مريض الستيمولوس بتاع هو الهايبوكسيا. يعني الهايبوكسيا لو موجودة لوحدها في مريض هتشغل الهايبر كابنيا لو موجودة لوحدها في انسان طبيعي هتشغل الهايبوكسيا. طب اللي اتنين بقى وجودهم مع بعض بيعكسوا عمل بعض. بما ان ده مريض الهايبوكسيا هتروح تستعمل للهايبوكسيا بس الهايبر كابنيا هتقلل الهايبوكسيا. تمام? فكده الهايبوكسيا ده مش هيشتغل. فمش هيحصل ديزنيا. اللي هي التكبنية. اللي هو حاول اعمل فيها ووشنج لسي او او حاول ادخل فيها اوكسوجين. فالديزنيا دي اصلا محصلتش. فالعيان ده هيحصل عنده الهايبوكسيا هتفضل مكملة. الهايبوكسيا دي بقى هلقى تأثيرات. ايه تأثيرات الهايبوكسيا? بتعمل لي فالعيان ده هيبقى مزرق. وبتعمل لي بالموناري فازو كونستريكشن. بديه البالموناري فيزلز. مع الوقت يدخل في بالموناري هيبرتنشن. طيب البالموناري هيبرتنشن ده هيعمللي اللي هو الكورب المنائل والكورب المنائل هيعمل لي فالعيان بتاعي ده ممكن يظهر عليه اعراض اللي هي يحصل له كل دي للهيبوكسي اللي حصله يبقى تاني بيحصل بسبب لمدة سنين طويلة اللي بيحصل فيه بيحصل من ضمنهم تحصل النروينج ده بيأثر لي عنقاني جزء من التنفذ يعمل لي هايبوكسي او هايباركابنيا تمام وعرفنا تأثير الهايبوكسي او هايباركابنيا المهم النتيجة النهائية هي اللي بتعمل لي فاتدخلني في بالموناري هايبارتنشن واتدخلني في بالمونال تمام يبقى بسرعة تاني ايه هو ليه تلات مراحل مرحلتين ومرحلة ومرحلة الريفيرزابل 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 كيسز اللي هي تمام المريض بيرجع فيهم طبيعي عايزي انما دخل خلاص كده بقى مينفعش يرجع طبيعي لان الوبستركشن ده حصل بسبب فيبروزس والفيبروزس ما بيفكش تمام التاني مرض معايا هو الانفيزيما يعني ايه انفيزيما الانفيزيما هي عبارة عن تكسير للالفيولار والز اللي موجودة من الالفيولاي دي بتتكسر الولز دي بتتكسر والالفيولاي بتفقد الالاستيستي بتاعتها بعد ما كانت عبارة عن ساج بتتقفل وتتفتح الاسة كده بتقفل وتفتح مع التنفس لأ هتبقى ساج كبيرة لا بتعرف تقفل ولا بتعرف تفتح كويس وبتفقد الولز اللي بين الالفيولاي فبالتالي بتاعت الديفيوجن بتقل تمام يبقى الانفيزيما هي عبارة عن ان انا فقط الولز اللي بين الالفيولاي وفقدت الالاستيستي بتاعت الالفيولاي تمام ايه اسباب بقى الانفيزيما دي احنا قلنا اصلا ان فوق خالص السيقب دي بيحصل بسبب السموكينج والبولوشنز بيقولك ان الانفيزيما سببها مش معروف بس ممكن نحاول نستنتجه السموكينج اصلا له دايريكت افكت على الالفيولاي تمام فبيعمل لها ديستركشن والسموكينج زي معمل اريتيشن وعمل انفيكشن في البرونكيولز فوق هيعمل اريتيشن وانفيكشن على مستوى الالفيولاي فيحصل depreciation off inflammatory cells من ضمنهم الناترفيلز الناترفيلز دي بيطلعلي الاهي استيز الاهي استيز ها يعمل ايموكينج نفسه ليديايريكت افكت وبيدمر الالفيولاي لاما السموكينج عمل اريتيشن وانفيكشن وعمل لالفيولاي استيزى اخر سبب بقى ان تكون نتيجة الانفيزيما دي حصلت نتيجة للناروي يعني حصلت بعد الكرونيك برونكيولي حصلت بعده. الناروينج ده بيأثر لي على ايه بقى? بيعمل لي حاجة اسمها بما ان مجرى الهوى دياء اكتر انا اصلا وانا بتنفس وانا باخد نفس بوسع مجرى الهوى علشان اعرف ادخل النفس. وانا بخرجه بديق مجرى الهوى فبزق الهوى لبرا عشان يخرج. فتخيل انا عندي بقى. يعني وانا بخرج الهوى دياءت مكان ديق اصلا. فهيحصل اير تريبنج. الهوى مش هيخرج بشكل كفاية. هيتراكم شوية من الهوى جوه اللانج. فنفس ورا نفس ورا نفس. الار ده عمالي يزيد. فهيحصل ديلاتيشن وربشر للالبيولارو. الهوى زاد جوه اللانج. هيحصل هايبر انفليشن اوف لانج. وهيزيد الانتر بستيرور ديامتر. ويحصل لي حاجة اسمها البارل شيب ديشست. البارل شيب ديشست مشروحة في العملي بقى بالتفصيل وبالصور بتاعتها. يبقى الانفزيما سببها. يا اما دايريكت افكت اوف سموكينج. يا اما حصل ايريتيشن وانفكشن وطلع الاستيز دمار للالبيولارو. يا اما تكون الانفزيما دي حصلت بعد يعني نتيجة للناروينج. حصل اير تريبنج وديلاتيشن وربشة للالبيولارو. وحصل هايبر انفليشن وبارل شيست. تمام. نتيجة بقى الانفزيما اللي حصل دي ايه اللي هيحصل? هتأثر على اني جزء من التنفس هتأثر على احنا قلنا هنا كده بيحصل جاز اكسيتشينج. فتخيل انا فقط الوولز دي. يعني بتاع الجاز اكسيتشينج قلت ان كل الحتة دي كان بيحصل فيها انا فقطتها بقى كلها. بقى ده بس بتاعت الجاز اكسيتشينج. فايه انهي جزء من التنفس هيتأثر هو اه دكتور علام بيقول اه هي قاعدة دكتور علام لعيل هي بيقولك ديفيوجن اوف كربون دايكسايد بيبقى اه اكتر من الديفيوجن اوف اكسيجن. الديفيوزابلتي اوف كربون دايكسايد اكتر بكتير من الديفيوزابلتي اوف اكسيجن. يعني الكربون دايكسايد بيهرب من اي مكان صغير. انما الاكسيجن بيحتاج مساحة كبيرة علشان يدخل فيها الخلايا. فدلوقتي عندي الكربون دايكسايد هرب وعرف يخرج من الخلايا انما الاكسوجين ما دخلش كفية. فهيحصل لي هيبوكسيا ونورمو كابنيا. هيبوكسيا ونورمو كابنيا ده طيب وان رسبيراتوري فيلير. والدكتورة برضو اكتف عليها. يبقى طيب وان رسبيراتوري فيلير هيبوكسيا ونورمو كابنيا. طيب 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 رسبيراتوري فيلير هيبوكسيا وهايبر كابنيا. تمام. الهايبوكسيا دي بقى هتشتغل لوحدها طبعا مفيش هيبر كابنيا تضد عملها. فالهايبوكسيا هتروح تشغلي الريسبيراتوري سنتر الريسبيراتوري سنتر هيشتغل يعملي ديزنيا اللي هي التكبنيا فتروح عامللي ووشنج الكاربون ديوكسايد ومصلاحها لي الهايبوكسي اللي حصل مدخلها اكسوجين زيادة يعني فهتصلح لي الهايبوكسي فمشيحصل صيانوزز فالعين ده ما عندوش صيانوزز عيان الكرونيك برونكايتس عندو صيانوز إنما عيان الانفذيما ما عندوش صيانوزز طيب السي او بي دي بقى عبارة عن ايه احنا قلنا هو عبارة عن للكرونيك برونكايتس والانفذيما مع بعض هو الجامع بين الاتنين وعلشان اشخص السي او بي دي بشخصه كلينيكال يعني لازم اكون اعرفة كويس اوي ايه هي الكلينيكال بيكتشر اللي بتظهر على العيان عشان دي هي اللي هتشخصلي السي او بي دي الكلينيكال بيكتشر مجموعة كده في اربع كلمات اللي هي الكف والإكسبكتوريشن والديزنيا المريض ده عنده كفو بسبب الكرونيك برونكايتس وعنده ديزنيا بسبب الانفذيما وعنده ويزيز بسبب الكرونيك برونكايتس والنوروينج يبقى الاربع كلمات دول بيشخصولي السي او بي دي تفصيلا بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت السي او بي دي السيمتمز اللي هي الشكوى بتاعت العيان اول حاجة العيان ده غالبا هيبقى ميل لانه اكتر اكتر عرضا لسموكينج والبلوشنز وبيبقى ويدخل في انفذيما بيحتاج سنين طويلة عشرة خمستاشر عشرين سنة فالراجل ده بيبقى كبير في السنة ويبقى طبعا سموكر وبيتعرض لي ايه لبلوشن بيشتكي من ايه بقى الراجل ده اول حاجة بيشتكي من برونكتف كف البداية خالص برونكتف كف هو كده لسه في مرحلة السيمبل كرونك برونكايتس لسه ما دخلش في فبيشتكي من برونكتف كف واصلا غالبا ما بيشتكوش طب الراجل ده فضل سموكر بقى وفضل لسه بيتعرض البلوشن اللي كان بيتعرض لها فهيدخل بقى في ويدخل في الامفذيما فيحصل لويزيس بسبب الامفذيما وديزنيا بسبب الامفذيما وطبعا المريض ده هيحصل له بسبب الميوكاس هيقفل لي زي ما قلنا ويحصل المريض ده ممكن يدخل في الاسبيالاتريفاليا رؤولنا انواع وطيب 1 وطيب 2 طب ممكن يدخل في بلمونري هايبرتنشن بسبب تأثير الهايبوكسي على البلمونري فيزلز وعمية بلمونري فوزوكونستريكشن ممكن يشتكي من الكمبيليكيشن بتاع البلمونري هايبرتنشن اللي هي الكورب المونال وإعراض السيستامي كونجشن اللي احنا قلنا عليهم اللي هو أسايتس اللي هي عراض السيستامي كونجشن بيبقى المريض ده بيبقى ميل ميل وبيتعرض لبولوشنز في البداية خالص بيشتكي من برودكتف كاف مع الوقت بيتحول لي ويزس و ديزنيا وطبعا بيشتكي من ريبيتتشست انفكشن وبيبقى أصلا اتحاجز مثلا في مستشفات كزا مرة ودخل عناية بسبب بقى الريسبالات ريفيليا والبلمونري هايبرتنشن والكورب المونال والسيستاميك كونجشن طيب وانا بفحصه بقى بلاقي ايه على العيان الساينز مشروحة بالتفصيل في العملي بس ده اختصارا كده بلاقي تاكبنك التاكبنية بسبب الديزنيا اللي حصل عنده ممكن لقيه ساينوز بسبب الهايبوكسيا اللي عميتي سنترال ساينوز ممكن لقيه عنده بافي بافي ايليد بسبب الكورنيككاف بارل شيف ديشستو قلنا بسبب الانفزيما بيبقى ممكن لقيه عنده بيرسنج لبس ويوزنج اوف اكسيسوري ماصلز البيرسنج لبس ده دلوقتي عيان انفزيما بيحصل عنده ايرترابنج الهوى مش بيخرج كفاية فعلشان يحاول يخرج الهوى ده بيعمل بيرسنج لبس بيحاول يضم شفايفه كده فيديق المجرى فبيحاول يطول فترة الاسبيريشن بضم شفايفه كده وحاول انفخ عشان اطول فترة الاسبيريشن فقدر اطلع اكتر كمية هوا محبوسة جوه اللنج وكمان باستخدم الاكسسوري مصولز اللي هما الابدومن المصولز والانتر كوستال مصولز عشان اعمل بريجر على اللنج فتزق اكتر كمية هوا موجودة جوه طيب بعد كده بقى قلنا دي عراض السيستيمة الكونجيشن هلاقي عليه ممكن هلاقي فيه بسبب الكورب المونال والريت سايد هارت فيه الحاجات دي انا بشخص بيها السي او بي دي بعد كده الانفستيجيشن دي علشان اتأكد من التشخيص واشوف السيفيريتي بتاع المرض يبقى الانفستيجيشن عشان وعلشان اشوف السيفيريتي بتاع المرض اول انفستيجيشن بعمله هو بشوف ايه في الشيست اكس ري بشوف الهايبر ترانسلوسينت لانج والاوفلات ديافرام الهايبر ترانسلوسينت دي المفروض ان الهوا بيبان لنو اسود في الاكس ري فبما اني عندي انفزيمة يعني هايبر انفليشن فبيباني ان انا عندي الانفزيمة الانفزيمة نفخت فتزقت الدايفرام لتحت فبقى لو وفلات السيتي بشوف بنفس الحاجة نيجي بقى عند اللي هو عايزين بقى نشرح يعنيه قصلا السبايرومتري السبايرومتري اهو هو عبارة عن جهاز بجيب وبخليه ياخد نفس عميق وبقفل مناخيره وبخليه يخرج نفسه او ينفخ في الجزء ده من الجهاز الجهاز ده بيحسب شوية حسابة بقى بيحسب لي ايه بيقسلي كمية الهوا اللي المريض ده بيخرجها في الثانية وبيحسب كمية الهوا اللي المريض بيخرجها في النفس الواحد يبقى السبايرومتري بيقيس الاماونت اف اير يو كان بريس out in one second والتوتال فيوليوم اف اير يو كان اجزيل in one فورس بريس اللي هو بينفخ يعني بيعمل فورس بريس ماشي كمام بعملين بقى اللي هي المفروض انها تبقى اكتر من سبعين في المية واكتر من سبع من عشر بالبريديكتب يعني ايه انا بعد ما بعمل التست ده بقارن نتائج الشخص ده بنتائج واحد في نفس السن ونفس بتاعته في سنه وفي في نفس يعني قوته الجسدية بقارن بي والمفروض ان الطبيعي ان يحصل ان الريش بتاع الفورسة على الفورسة تطلع اكتر من سبعين في المية او سبع من عشر من البريديكتب اللي هو الشخص النور طيب اخر اختصاره هو اللي هو يعني ايه انا المفروض بعد ما بعمل الفورسة اللونج الالفيولايج هو اللونج مش بتحصل لها كل لابس مش بتتقفل على بعضها خالص لا بيحصل فيها بيبقى موجود فيها شوية هوا اللي هو اسمه اللي هو هوا موجود في اللونج بعد الفورسة اكسبيريش النورمال بيبقى حوالي 1200 ميلي اللي هو من 20 ل 25 ميلي لكل كيلو جرام ده نورمال طيب انا ليه بقى بشرح ده بشرح ده علشان شوف عين السيوب دي عنده يبقى ايه في السبيرومتري بتاعه ده السيوب دي عنده نوروينج في اليروي طيب فالوقت بتاع الاكسبيريشن زاد انكريز التايم اوف اكسبيريشن فطبيعي ان الكمية الهواء ان مريض السيوب دي عنده نوروينج فوقت الاكسبيريشن زاد فبالتالي كمية الهواء اللي بتخرج في ثانية واحدة قال فدكريز الفورسة اكسبيراتوري فيوليوم 1 تمام وبما ان مريض السيوب دي عنده ترابينج اوف اير انسايد الهواء محبوز جوه اللنج فطبيعي ان الريزيدوال فيوليوم هيزين طيب بالنسبة بقى للريشيو اللي هو الفورسة فيوليوم 1 عالفورسة فيوليوم 1 البص تقل اللي هو الفورسة فيوليوم 1 فطبيعي النسبة المقوية دي تقل تمام طيب هل الفورسة فيوليوم 1 بتتأثر اه ممكن تتأثر بيقولك بما انه بيحصل يعني في شوية هوا موجودين جوه اللنج وانا بخرج النفس فمش بخرج كل النفس اللي انا اخدته فالفورسة فيوليوم 1 بس مش بتقل اللي قوي اللي بيتأثر قوي هو وطبعا كده تمام بعد كده اللي بعد كده هي بعمل اللي هو او اللي هو غازات الدم علشان اشوف لو عندي مثلا هايبوكسي عندي هايبركابني عندي رسبيراتري اسيدوزيز او حتى الكالوزيز على حسب اللي موجود الدكتور اية بتاعتهم البي اتش من 7 35 7 45 اه بنشيل السبعة دي تبقى من 35 ل45 الاكسوجين طبعا اكتر من 75 والبيوكارب من 22 ل26 ممكن اعمل طبعا اي سي جي وايكو بعد كده علشان هاشوف لو اتأثر او لا ده الانفستيجيشن زي تاني الانفستيجيشن بعمل 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 اي بي جي و اي سي جي او ايكو طيب التريتمنت بقى بتاعي التريتمنت ان انا ممكن اعمل من البداية اا يعني في المراحل الاولانية امنع العيان من هو يدخل في سي او بي دي او او استركشن وامفيزيما انا اوقف لسموكينج اعمل له ادي له سيزن برضو عشان احميه من الكولد والامفيكشن طيب دخل بقى في سي او بي دي هعالجه سيمتماتيك هتدي له ميوكوليتك واكس واكس بيكتيرام الدكتورة شرحة الميوكوليتك في البرونكو ديليتور في المحاضرة هنبقى المستعرية المهم هتدي له ميوكوليتك واكس بيكتيرام هتدي له برونكو ديليتورز اشهر حاجة فيهم هو كورتيكو ستيرويدز بس الكورتيكو ستيرويدز دي مش بتتخد هباءا كده لازم تتخد عشان استفيد من بتاعها اعالج بقى لو حصلت سواء كانت او ادي له اكسجين سيرابي لو هو حالة بقى يبقى ياخد وبرضو الاكسجين ده بيتاخد بحسابات معينة علشان ما ينفعش ازود عن اتنين ودسعين او تقاتة وتسعين في المية لان ما ننساش ان الهايبوكسيا هي فانا لو رفعت له بتاع الاكسجين يبقى انا كده منعت الهايبوكسيا منها تشتغل بتاعها يقف اخر حاجة بقى وده ما بيحصلش في مصر كده الداتة دي خلصت عايزين بقى نبص على داتة المحضرة ادي داتة المحضرة واحنا كده يعتبر قلنا كل الحاجات اللي فيها هنراجع بس ايه عشان لو في حاجة زي ده مكتوبة اللي هما الازمة والسي او بي دي السي او بي دي ده مقسوم نصين انفيديما وكرونيك برونكايتس اه قلنا الكرونيك برونكايتس اه بيقول لك احنا قلنا بيبقى بس في مرحلة اه برونكايتس طيب فيه تاني ليه بتقول لك انه هو عبارة عن بريفنتابل بطنط فولي ريفيرزابل احنا قلنا بريفنتابل طبعا انا قدر امنعه وانا نوقف السموكينج والتعرض للبريوشن تريتابل طبعا انا قدر علجه بتنط فولي ريفيرزابل لو دخل في مرحلة الابستركشن طيب بيحصل طبعا الارفول الميتيشن بروغريسيف اه اه زي ما كنا بنشرح في ماشي قلنا برايماري كوست باي بيقولك على رغم ان سي او بي دي ده بيأثر على بيعمل سيستيم وحنا شرحناها اللي هي تأثير على بتعملي وبتعملي تمام هنا مفيش حاجة زيادة كله قلناه اه او او التعرض مسلا لشغل في ملاجم فاحم شغال مع القطان اي حاجة فيها او وفيها مواد بتعمل لل طبعا الالفا وان ده دي الحاجة الزيادة الالفا وان ده عبارة عن بيحصل بيتضرب فيه والليبر فالعيان ده بيبقى عنده وممكن مع الوقت يدخل في وبعد كده كمان بيبقى عنده صفر عنده جونس تمام يبقى عنده مضروبة والليبر كمان مضروب بعد كده الدكتورة رجعت شرحة الكرونيك برونكايتس لبحده زي ما قلنا هو تلات شهور في سنتين ورا بعض البصوا في السيروج احنا صرحنا بالتفصيل اللي هي بتاعت السيمبل كرونيك برونكايتس والميكو برونكايتس وان العيان ده اصلا ممكن ما يعرفش انه هو مريض بيقولك انه هو بس بيبقى ده عنده ويبقاش اصلا معطرف انه هو مريض بيحصل برونكوسبازم وبع الوقت بيحصل اللي هو ميكوبرولاند برونكايتس هو خلاص دخل بقى في هو المفروض ما بيحصل لش ديزنيا بس انا مش عارفة ليه الدكتورة تبقى ديزنيا بيحصل بولي سياسيميا ليه بقى بسبب ان الهايبوكسيا دي بتبقى استيمولاس لالالكليستروبيوتين فيروح عامل لي بولي سياسيميا ويحصل سينوزس وقلنا الميكانيز ببقى وبيبقى العين ده بلوش ريد بلوش بسبب السينوزس وريد الدكتورة قاية بسبب بلوش بيعنده طبعا بالمونر هايبرتنشن والكورب الموني الدياجنوستيك تيست قلناهم بيقل الفورس كباستي قلنا ممكن تتأثر والفورس طبعا قليل والريش نفسها قليلة الابي جي بيبقى عنده هايبركابنيا وهايبوكسيا السي بي سي هي ماتوكريتا عالي بسبب البولي سياسيميا بعد كده شرحت الانفزيمة احنا قلناها بالتفصيل تقريبا ايوه كل ده قلناها اول حاجة زيادة بس ان هي بيبقى حاجة اسمها بيبر بيج لانج بقولك من كتر ما هي انفيزيمتوس وحصلها هايبر انفليشن بتبقى شبه الورقة كده ماشي الاند ريزلت قلناها هنا دي كريز السيرفس اريا اوف فينطيليشن لا هي مش بتاعة الفينطيليشن هي بتاعة البير فيوجن تمام كينيكا الملفستيشن بيبقى عندهم ديزنيا وننبرودكتف كوف تمام بيبقى فلات ديفرام وبيزيد الانتر بستيريو ديامتر وبيحصل بارل شست هيبوكسيا برولونجد تمام قلنا ممكن النور موكابنيا اللي عندي دي تتحول لهايبر كابنيا دي بقى سيفير انفيزيمة وبيدخل بيعمل حاجة اسمها بيرس لب بريسنج وشرحناه وبيستخدم طبعا الاكسيسوري مصل اللي هي ابدمنا المصل وانتر كوستال مصل بيبقى العين في الوضع ده بيزق هنا كده اللي هي الاكسيسوري مصلز والانتر كوستال مصلز عشان تعمل على اللونج فيخرج الهوى وبيعمل الحركة اللي هو قاعد فيها دي هي دي اللي بتشغال تمام تمام آآ بيبقى ممكن يبقى نوع ماشي السيقو بدي سيمتمز بقى هي جمعتهم كلهم على بعض احنا قلنا بيبقى عنده بروداكتف كف تمام بيبقى عنده بريستلس اللي هي ديزنيا وشست ريبيت في حاجات عادية بقى زي انه بقى عنده تمام بعدنا رجاء تتكلمت عال حسن الديتا بلغباتها شوية ماشي البرمون احنا شرحنا وقلنا هيزيد تمام والفورس هيقل والفايتال كباستي اما تبقى نورمال اما تقل شوية ممكن يبقى عنده ريسبيات والكالوزيز قلنا بسبب الديزنيا اللي حصلة هتعمل فيدخل ريسبيات والكالوزيز طيب دخل بقى سيفير انفيزيمة ممكن كل ده ما يتصلحش ويدخل عين ده في هايبر كابنيا وريسبيات والكالوزيز شست اكس ريب يبقى عنده فلات ديافريم وهايبر انفيليشن قلناها كل دي قلناها ما قلناش بس البلس اكسيمتر البلس اكسيمتر ده بستخدمه علشان بتاع الاكسوجين ماشي السيو بي دي ميديكا الماناج منتبع لو العين ده عنده انفيكشن هتديله انتبيوتوك العين ده هتديله برونكو ديليتور عشان اريليف البرونكو اسباز الفكرة ان البرونكو ديليتور هي مش مفيدة قوي في عيان السيو بي دي على قد ما هي مفيدة في عيان البرونكو الازمة بعمل بعمل بصراحة مش عارفة الفيسيو سيرابي بتاع الشيس ده عمل ازي اصلا الهايدريشن عشان اخليه تخلص من الميوكس طيب لو الميوكس ده ناشف قوي ممكن وقتها هعمل ساكشن للميوكس ده السيو بي دي كلاسيفيكيشن بيزدون سبيرومتري احنا شرحنا السبيرومتري بقولك بقى ان السبيرومتري ده مش باستخدمه قلنا علشان مش باستخدمه عشان شخص خالص بس باستخدمه في وعشان نعرف السيفيرتي بتاع الدزيز طيب اعرف بقى السيفيرتي بتاع الدزيز ازاي اول حاجة اكتر من 70% والعيان ده والعيان ده بتعرض يبقى العيان ده اتريسك والعيان ده بيتعرض فخلاص ده اتريسك طيب قل بقى الفورسة الفورسة اكسبلاتو يوليام وان على الفورسة فيتال كباستي الراشيو ده قل عن 7 من عشرة خلاص لعيان ده السيفيرتي بتاعته بتتحدد على الفورسة اكسبلاتو يوليام وان لو اعلى من 80% برضو لعيان ده اتريسك طيب اللي هو اعلى من 80% والراشيو اعلى من 7 من عشرة لعيان ده اتريسك طيب بقى قل عن 80% ده من 50 ل80 ده من 30 لخمسين وقل من 30 ده بقى سيفير وقل من 30 ده اصلا ده خلاص دخل في يبقى اكتر من 7 ده اتريسك قل من 7 ده عيان خلاص بتاعته على حسب اكتر من 80 واكتر من 7 ده عيان اتريسك اقل من 80 اكتر من 80 والراشيو اقل من 7 خلاص ده من 50 ل80 ده مدرد 30 لخمسين ده سيفير خلاص اقل من 30 ده خلاص دخل في الاسبيتر يفير ماشي اعالجه ازاي بقى المانجمينت على الغلوبال بيقولك بيعالجه ازاي زيره لعن ده اتريسك او نورمال بس العن ده مدخن او بتعرض بس زيره يعني هو لسه مش بتاعه نورمال ف بخليه وقف وياخد الانفلونزا عشان يبعد عن الانفكشن طيب العن ده بتاعه بقى اكتر من 80% العن ده ميلد طبعا هوقف الانفلونزا وحميه طبعا من الانفكشن زائد ان انا ممكن ادخل short acting bronchodilators short acting والlong acting هيتشرحوا بالتفصيل في البرونكيا الازم احنا نقول بس كده هنا عنوين يبقى ميلد هتديله short acting bronchodilators طب خلاص بقى مدرت بقى من 50 ل80% مع short acting والsmoking ممكن ادخل long acting bronchodilators واعمل له بالنور الهيابليتيشن سيفير بقى سيفير بقى الاعراض بتظهر عليه كتير طيب الاكسسيربيشن ده انو المريض بيبقى عادي كرونك عادي وبعد كده بيحصل له الاعراض بتظهر عليه فجأة وبعدين بيخف ويرجع تاني وهكذا دي الاكسسيربيشن بقى ده لعنده خلاص دخل في الريض هتديله بقى long term oxygen سيرابي وقلنا ما بتتخدش هباء كده لازم معليش عن حوالي 92 او 93 في المية علشان ما امنعش الهايبوكسي اللي هي اصلا المينستيمولاس بتاع رسويتري سنتر وممكن اعمل بقى سيرجيكا اوشن اعمل هارت لانج ترانس بلانتيشن وده غالبا ما بيحصلش عشان امنع النسيق دي يحصل يبقى توقف الاستجاير او ايا كان المواد هيفضل بقى اندور لو فيه اي مكان فيه تلوث هيفضل اندور لو حصل بقى درجة الحرابة بدأ اتقل وبدأ يحصل رطوبة لو حد مريض طبعا عنده برد او حاجة يبعد عنه يبعد طبعا لاماكن المقفولة والاماكن الزحمة في ياخد طبعا اميونيزيشن اجاست الانفروانزا عشان نمنع كده الحمد لله المحاضرة خلصت اتمنى اكون اعرف تفيدكو باي حاجة او ربني او ربني او فاق